اشتركوا في القناة في القصة العلاقة بين العراق وبين روسيا في ميادين مختلفة اقتصادية ثقافية سياسية وغيرها سيد فلادمير جاموف السفير الروسي في العراق مرحبا بك معنا في برنامج لقاء خاص اهلا وصهلا في الصفر الروسية نحن نرحب الكنات الاصدكاء من غزه الكنات الاراقية قمرية كما فهمت ونحن سؤادة جدا باستقبال الفريق من غزه الكنات في الصفر الروسية ونحن مستعدين لتقديم الاجيابة على كل اسئلتكم يا ترى ما طبيعة النشاطات التي تقوم فيها روسيا الان في العراق بمختلف الميادين سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي اما علاقة الصناعية بين روسيا والاراق هي قديمة والتقليدية والجدير بذكر ان الصفر الروسية كانت مفتوحة بقيت مفتوحة في بغداد حتى في ايام صعبة من تاريخ المحالي تاريخ الاراقي انا اقصد قبل كل شيء ايام الحروب وايام النزاعات وايام الاقوبات الدولية مفروضة على بلدكم في التسعينات ونحن الديبلماسيين الروس مقيمين في الصفارة كان الهدف الاساسي لأعمالنا هناك الحفاظ على الالاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والفنية بين البلدين وبطبيعة الحال نحن كنا ولنظل نبذل الجهود القاسي من اجل توطيد الصلاة والصداقة والتعاون بين البلدين ولابد نقول ان في اصناع سنوات الاخيرة خمسة سنوات الاخيرة الاكد بين روسيا والاراق كانت تتطور تتطور بشكل ايجابي اجماليا بهذا النظر عن الصعوبات الواقعية موجودة في هذا المجال الحوار السياسي كان مستمير كان يتم التبادل برسالات الشفاهية وخطية بين قادة الروسية الاتخادية وبين قادة الاراكيين وفي نفس الوقت كانت تتطور ايضا لكات في المجال الاتجارة والاكتساد هناك حاليا في الاراق الفريق من الخبراء الروس في مجال الكهرباء ومجال الموارد الماعية يشتهلون في بعض الاغراض في بعض المصانية والمحطات الكهربائية في وسط الاراك وفي جنوب الاراك ونحن نعمل ان في المستقبل وبفضل جهود المشتركة جهود الدبلوماسية الروسية والاصدقاء في الاراك علاقتنا تتطور واتتطور بكوة العراق يعول على روسيا من اجل اصلاح منظومة الكهرباء المتعطلة من فترة طويلة واللي هي من اسوأ المنظومات الموجودة في المنطقة يترى ما دور روسيا في مساعدة العراق في هذا الاتجاه فعلا نحن كاصدقاء الاراكيين نعلم اهمية مجال الكهرباء لاقتصاد الاقتصاد الاراكي وكما قلتم نحن بزلنا ونزلنا بزل الجهود الكثير في هذا المجال بالزات اخيرا الشهر التاسي شهر ايلول تمت زيارة وزير الكهرباء الاراكي سيد كريم واحد في موسكو وكانت هناك السلات الادية مع الشركات الروسية المتخصصة في مجال الكهرباء وبرأينا اظن ذلك ايضا رأي الاراكي كان زيارة ناجخة ونحن على وشك الزيادة التبادل بيننا بين الاراكين في هذا المجال هل هناك مشاريع للتبادل الثقافي بين العراق وبين روسيا ضمن نطاق المرحلة القادمة كانشاء معاهد او مؤسسات ثقافية للأصف الكبير غاز المجال مهم جدا تاريخيا في علاكاتنا في الأيام الأخيرة كان علاكات دعيفة دعيفة وغير نشيطة وذلك للأسباب الواقية قبل كل شيء لابد أن نقول السبب الرئيسي لأظم وجود السلات الكافية في غاز المجال ذلك الظروف الأمنية غير ملاعمة في الإراك سابقا تبعا ونحن نعلم ذلك ونحن أيضا نعمل من أجل تنشيط الألاكات في غاز المجال وكبل كل شيء استئناف التبادل بزيارات بفوضة ثقافية والإلمية بين البلدين ولابد أن نقول أن الحكومة الروسية كانت تخصص ولا تزال تخصص عدد لبس بها من الزملات الدراسية لطلبة الإراكية في مجالات المختلفة من الدراسة وفي نفس الوقت هناك عدد كثير من الطلبة الإراكيين وإراقيات خاليا في معايت وجامعات روسية في موسكو وفي غير موسكو وأما تعاوننا في المجال الثقافي ومجال العلمي هناك بعض المشاريع مشاريع مهمة وحتى هناك فكرة فتح الجامعة الروسية مثل ما تم أخيرا في مصر وفي البلدان الأخرى الأرابية لكن ذلك يبقى على مستوى الفكرة إن شاء الله على دوع التحصن الوضع الأمني في البلد نحن نرجع إلى معالجة غاز المفضوغ بشكل جديد نحن نرى أن هناك احتقان واضح بين أمريكا وبين روسيا وهذا الاحتقان يا ترى وبرأيكم سيادة السفير هل يؤثر على العلاقة مع العراق؟ أم أن العراق بعيد عن هذه الصراعات الدولية بين هاتين الدولتين؟ بالتبيعة الحال معها مثل علاقات بين روسيا وأمريكا مهمة جدا ومهمة للعلاقات الدولية كلها لكن بالنسبة لنا لا يوجد صلة مباشرة بين علاقاتنا مع الأمريكا وشفية علاقاتنا مع جمهورية الإراك علاقات المستقلة علاقات صناعية وليس ما في هناك النفوذ المباشر بنسبة لتعاوننا مع الأمريكان لابد نقول أن نحن في روسيا ندعم استكمال السيادة الإراقي والرجوع الحكومة إراقية والشعب الإراقي بكوة على المجال الدولي وأن يلعب الإراك المستقيل والحر والديمقراطي والفيدرالي الدور الطبيعي في مجال في العلاقات الدولية أما بنسبة التعاون بيننا ومن غيرات الوطنخد الأمريكية هناك الإجابيات هناك السليبيات لكن ذلك الشيء طبيعي بنسبة لعلاقات بين الدولتين عدم ومن ثم ومن ثم وممكن القول أن كانت في بعض السنوات الأخيرة الفترة انتقالية في علاقات بين روسيا والأمريكا وأهم الشيء أهم الشيء حتى في أصناء أيام الصعبة والحوار مختوح والحوار الحقيقي بين واشنطن وموسكو كان مستمر وكانت لكاتل عديدة على مستوى المختلفة على مستوى القيمة بين رئيسين سيد بوتين وسيد جورج بوش وحاليا نحن نتوقع نتوقع العناصر الجديدة في علاقاتنا بعد انتخاب الساحق لمرشخ ديمقراطي الأمريكي سيد باراك أوباما ما طبيعة وضع العراقيين الذين يعيشون في روسيا اليوم ما هي أعدادهم ما هي المهن التي يزاولونها هل اندمجوا في المجتمع الروسي هل بينهم نسبة من العراقيين المسيحيين في الماضي طبعا كان العدد كثير من العراقيين والعراقيات يعيشون في روسيا وفي الاتخاذ السوفيتي السابق في المدن المختلفة من بلادنا خاليا في الوقت الأخير بعد بعد التشتيت الاتخاذ السوفيتي ثبا عدد الإراقيين في بلادنا شوية تكلل لكن لا يزال هناك الجليات الإراكية مهمة في موسكو في سانت پترسبورغ في الجنوب في رستوف في ورونيش وفي المدن روسيا الاخرى وفي المعلومات متوفرة لدى السفار روسيا في بغداد الظروف في نفس الاحيات اللغة الروسية وهم يتفهمون بشكل جيد الثقافة الروسية والآدب الروسي ويحبون وذلك نقطة مشتركة في علاكات بيننا ياتر هل هناك مشاكل تعانون منها بالتعامل مع الحكومة العراقية تخص الجانب البيروقراطي والتعامل مع دوائر الحكومة المختلفة هل تقوم الحكومة العراقية بما يجب عليها أن تقوم به اتجاهكم فعلا بيروقراطية وديوانية ذلك جزء لا يتجاز من جهاز الحكومي في كل البلد وطبا موجود عناصر البيروقراطية موجودة في روسيا موجودة في الراق موجودة في لماكن أخرى ذلك شيء معروف معروف عالميا أنا أقول بكل صراحة أنا كسافير روسي في بغداد مرتاق جدا بمستوى تعاملنا وتعاوننا مع القادة الإراكيين على المستوى المختلفة لدي عدد كثير من اللقاءات مع القادة ومسؤولين الإراكيين مسؤولين سياسيين مسؤولين في الأغزاب مسؤولين في الوزارات ودائما دائما هذه اللقاءات كانت تمر في جاو الصداقة وتعاون ولابد أن أقول أن كانت اللقاءات جيد ممتازة جدا مع فخامة رئيس جمهورية سيد جلال طلباني مع دولة رئيس الوزراء سيد نور المالكي مال نئيبي رئيس الجمهورية سيادة أدل أبد المغدي وسيادة تاريخ غاشمي وطبا هناك علاقات جيدة جدا علاقات الصداقة فعلا مع وزير الخارجي سيد غشيار زيباري وهو المشاركة الأول بالنسبة للديبلوماسيين ليس فقط للديبلوماسيين روس لكل ديبلوماسيين المكمين في بغداد و لابد أن أشكر القيادة الإراكية قبل كل شيء وبشكل خاص وزارة الدحيلية للحماية التي تقدمها لصفارات لجميع الصفارات وطبا بالنسبة للصفار روسية بشكل خاص كما تعلمون قبل ثلاثة سنين كانت تم تدرب القصية والوحشية على الصفار الروسي في بغداد الإرهابيين اختطفوا واختطلوا خمسة المتعوينين في الصفار وفي تلك أيام الصعبة نحن كنا نشعر بمساعدة وبتفاهم من طرف الإراكيين أغلبية العراكيين مع الصفار ومع الصفار شخصيا وذلك من طرف القيوة المختلفة في المجتمع الإراكي من قادة الإراكيين من مسؤولين الإراكيين ومن المواطنين إراكيين من شوار بغداد كما نقول ونحن فعلا نشكر الشعب الإراكي لمثل هذه المشاعر ومثل هذه الاعتبارات عن المشاعر الصداقة والتعاون الحقيقي معنا السيد فلادمير جاموب السفير الروسي في العراق كيف تنظرون إلى مستقبل العراق في المرحلة القادمة هل أنتم متفائلون بهذا المستقبل نحن الروسي متفائلين تاريخيا لأن تاريخ الروسي مثل تاريخ الإراكي تاريخ الهاني بالأحداث المختلفة بالأحداث الجابية والسليبي نحن كما شعب الإراكي نمور في مرار في تاريخنا عدد لباسبه من الثورات من النزاة من الحروب ونحن لذلك نحن نفهم ربما أخص من شعوب الأخرى معنى التطورات ومستجدات الأخيرة في الإراك طبعا نحن نراحبو إقامة الجابة الدموقراتي والجابة في المجتمة الإراكي أخيرا ونحن نراحبو في الإراكي نراحبو بهاد النظر عن الصوبات العديدة والواقعية موجودة خاليا في بلدكم نحن نعلم ذلك لأننا نحن نعيش معكم في نفس الظروف الأمنية سياسية الاجتماعية الاقتصادية نحن نعلم شو يعني الأسعار خاليا الأسعار البداعي في الإراك شو يعني سئر لتر بنزين في بغداد وشو يعني الصعوبات بشراء البنزين في الإراك لسبب عدد وجود كميات كافية وبهد النظر عن ذلك نحن متفاعلين بشكل بشكل عم لأن لأنه خاليا المجتمع الدولي بكلها متبجرة نحو إقامة النظام الجديد العالمي النظام المؤسس على الأكتاب المتعددة ليس كما كان سابقا عندما كان قبل واحد الذي كان يحاول بإملاع القوائد وإملاع الظروف للحياة وللأمل لجميع الدول والإراك بطبيعة الحال جوزة مهم من المجتمع الدولي الحاليا وقضية إراقية جوزة مهمة جدا في السياسة الدولية الحاليا ونطمنى قبل كل شيء لشعب الإراكي والحكوم الإراكية والأغزاب الإراكية بالنجاح في مصيراتهم نحو الأفضل ونحو بناء المجتمع الجديد المجتمع الديمقراطي المجتمع المادني الاتقصاد السك مهم جدا ولذلك بشكل الله نحن متفاعل بعد ما جاء أوباما إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ما طبيعة العلاقة التي سوف تكون بين روسيا وبين أمريكا بعد ما جاء أوباما خاصة أن الرئيس الروسي ميديديف قد أعلن وأكثر من مرة أنه ينتظر نوع السياسة التي سوف تعامل أمريكا بها روسيا والعالم وعلى ضوءها سوف يتعامل الروس مع الأمريكان كيف ترى المعبور بالنسبة للسياسة الأمريكية ذلك طبعا سياسة مشكلة أمريكية ليس روسية أما بالنسبة لموقف روسي بمجرد انتخاب رئيس الجديد سيد أوباما رئيسا جديدا رابع و رابعين في الولايات المتحدة رئيس الروسي سيد مدوديف هو بعث الرسالة خطية لسيد أوباما وأمس تمت المكاملة الهتفية بين رئيسين وال سيد مدوديف رحب رئيس الأمريكي جديد بإنتساره الساحق في الانتخابات السعبة فعلا كان الانتخابات السعبة جدا في الأمريكا وال عبر السيد مدوديف عبر عن عمله عن علاقات بين روسيا وال الأمريكا تطور ساريا بالنسبة لنا ما في أي معنى بالنسبة لنا في تطوير علاقات المختلفة مع الولايات المتحدة ونحن ننتالك من الفكر أن علاقات روسيا والأمريكية جزء مهم بالنسبة ل استقرار النزام العالمي و بالنسبة ل استقرار أربا أيضا وبنسبة لل علاقات الدولية بشكل أعم و نحن مستعدين لمتابعة الحوار الحوار الحقيقي الحوار الجدي مع الأمريكان في في كل بنوط في كل النكات الخاصة بالعلاقات الصناعية وخاصة بالعلاقات الدولية وال أيضا في غزين النقطة أنا أقول شخصيا أنا متفعي الآن كيف هي العلاقة بين روسيا وبين جورجيا وبصراحة أريدك أن تحدثني سياد السفير هل هناك احتقانات هل هناك تجاذبات بين الدولتين كيف تنظر إلى طبيعة العلاقة بين روسيا وبين جورجيا طبعا أنا أحدثكم بصراحة لأن أنتم الإراكيين وأنتم الممثلين من канاط المسيحية ذلك مهم جدا لأن لم أقول ذلك ولابد أن أقول أن المجتمع الروسي خاليا هناك دور مهم جدا للدين المسيحي لدينا كلها لكن للدين المسيحي أرثوديكسي قبل كل شيء لدينا حوالي 90% من المواطنين الروسي هم مسيحيين أرثوديكس وذلك كما أقول شيء مهم والعمل مهم في حياتنا والحمد لله خاليا دور الدين المسيحي والدين التامان الإسلامي والدين البودي والدين والأخرى يزداد في المجتمع الروسي أما بين نسبة ل طبيعة للأك بين روسيا وبين جورجيا أما بالنسبة لسؤالك حول التابعة لأك أما الجورجيا وأيضا بكل صراحة فعلا حاليا أصبح واضحا للجميع أن كل المسؤولية على كل ما حدث في الإقليم كوكاس وبشكل خاص في وسيطية جنوبية تتحمل هذه المسؤولية ليس جورجيا وليس شعب الجورجيا لكن قيادة الجورجية وأصبح واضحا للجميع أن السيد ساكاشويلي هو مسؤول رقم الواحد في هذه تطورات تطورات درماتيكية جدا و قيادة جورجيا عطل قيادة الأمر ب قصف العاصمة أو سيطة الجنوبية مدينة تحينوال بكل أنواع من المضافية والهونات وحتى السواريخ وبدأت هذه الكسافات ليلا عندما الناس السكان في تحينوال كان نعمين طبعا نعمين ولا لم يتوقع مثل هذه تطورات وشيخة خطر جدا أن بدأت الهجمة الجورجية على الوسيطة الجنوبية في يوم عندما انفتحت في عاصمة صينية بكين العلعاب الأولمبية ذلك عبارة أن مخالفة كل قوانين البشرية التاريخية والخديثة والكديمة و لا نقبل ذلك تطلق و جدير بذكر أن الروسيا كان مجبرة على رد على الجورجية على الوسيطة الجنوبية لأن هناك عدد كسير من مواطنين روس بين سكان مدينة سخينوال مواطنين روس ولا لابد أن نداحي عن كراماته عن صحاته عن حيا صحاتهم عن حياتهم لذلك الكيادة الروسية أعطى تامر بتقدم الكوات المدرعة الروسية التابعة لجيش 58 والحمد لله أصناء يومين الفركة الروسية نجحت في المحاربة ضد الجيش الجورجي وحدث ما حدث حاليا ما في إيماني من طرف روسي للمفاوضات حول المستقبل هذه المناطق السيد فلادمير جاموب السفير الروسي في العراق أشكرك جدا على هذه الإجابات القيمة التي وفيتنا إياها في برنامج لقاء خاص شكرا جزيلا لفريق من قناة إشتار وكما قلت نحن في الروسيا نحن أصدقاء المخلصين للشعب الإراقي بشكل وطاريحيا ونحن مستعدين لمتعبات التعاون والتعامل والصداكة بين البلدين وبشكل خاص لابد أن أرحب مسيحيين الإراكيين وأقول أن نحن أيضا معكم نحن نعلم الصوبات موجودة في حياتكم اليومية في الشمال بشكل خاص نحن معكم ونحن نطمن لكم إن شاء الله التوفيق والصيح الجيد والازدغار والجميل شكرا جزيلا مشاهدين الكرام لقاءنا لهذا اليوم مع سيادة السفير الروسي في العراق السيد فلاديمير جاموف قد انتهى ألتقيكم في حلقات قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة